السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وشراكم مميشاتي ان شاء الله كل راكم بخير اليوم جبت لكم فيديو كما بعدتكم سوف نعطي لكم اللي تخافوا تعي ونعادوا اليوم نهاركم معي غضي وعشيوه لازم ربيد لدي اللي تخافوا وكتعرفوا دائما كان المعلم يخدم المهم اللي تخافوا تعي هادو الكولوار الكولوار تعي كان غري بلان نقادين نحو في السبغة ندكابيو في البورت وفي الكادر دي بورت فرمان خدمة كبيرة لانه كولوار لهاي باركتعي طويل لازم نبيبان تانيش لازم نحيوه كامل نحيينا له السبغة اذا واحد فريد نحيينا له السبغة ما زالوا ستة اخرين نحيينا له السبغة سوف نقادل في الغضاء الغضاء سريع و العشاء سريع منه ما هي الغضاء سريع و بنينا ما هي الغضاء هذه؟ هي كسرة شحمة كسرة شحمة كسرة شحمة لكن بلتاكوس كي لا نقادل لا نقادل العجين لا نقادل لا نقادل ما هي الغضاء لازم نقادل كسرة شحمة كسرة شحمة كسرة شحمة و رحيتهم في هذا الواحد هذا جبت معي من الجزيرة و لم تدمش عليه يعني شيء خير من القصة باليد وتتقص وتترحى البصلة بكل طرف طرف صغر ملاحة يعني لا تطلقش المنتحة نقادل نقادل لنقادل بصلة كيفية عملية و هناك رمشة عين تسمى ترحيو لنقادل و تقصه بالحب نقادل الثوم و البصلة نضيف الملح الملح FS سوف أضع watt الشحمة غاوية نضيف الشحمة الغاوية كما في البلاد والذي يموتون عليها هذه الخليطة نضيفه في النار لكن الشحمة لدينا لا نضيفه نجعلها تطلق قليلا بالنتحاء ومن بعد نحيها نضيفه حتى نضيف المليحة هذه البصلة نقص حبيبة التعطم وهنا نضيفه في هذا الحبات لأنه لا يوجد الكثير كثيرا حاجة سريعة لكي لا تضيفه الوقت لا تضيفه كثيرا لكي تضيفه كثيرا يجب أن يخفف من الضرف وزيد ماشاء الله اسمه سامبل ايكونوميك اقتصادي سريع كل شيء فيه المهم قصة الطماطم هذه الطماطم هذي كنا نقصها هكا رقيقة ونضعها فوق هذيك البصلة اللي لنقها دبالت عادي جدا سهل ماهل سيدي براسي وفوق هذي البصلة تاعي نضع طماطمات ونخليهم شوية يدبالوهما تاني نضع طماطمات نضع طماطمات التاكوس اللي هنراني موجده ماء وفارينة في هذا البول الصغير باش نلسق به طماطمات التاكوس ننهز طماطمات التاكوس نضع طماطمات التاكوس ونقفل هذا الطماطم أصبح في مصر حضورة الفارينة والماء سيساعدوني أضع الطماطمات السخن أضع الطماطمات أضع الأكسرة سوف نقصها بطريقة أخرى قصت على الجنب حتى نصف وضع الربع الثاني الحشو وندهن الطاكوس الحرفة كل بالماء والفارينة التي قمت بها في الساق ونطبق 1 كار 1 كار 1 كار واللم ونضع في البانيوس ونقص حتى الدمي سما جاء 1 كار نضع في 2 كار ونضع في الماء والفارينة والماء ونقفل ونعجبون هذه الماء باستخدام ساميول ونضع فيها الحار الهريسة طبعا نضعها لكم على القناة الهريسة على الدار ونضعها ونضع لها الحشو ونضع في الماء والفارينة蒸ه ونضع هذا الحرسة ونضع في الماء والفارينة ونضع حققا ونضعها من الوصول ونضع حققا كلابات تلسق شوفوا ننقلب فيهم وهذه الطابو في عجلة في وقفة وهذا هذا الطاكوس بحشوة اكسرة شحمة تقسم طينا وهذا على طريقة السريعة جدا وهذا قمت بحشوة لن أخبركم رائع سخونة هذه الوصفة الأولى طبعا بعد كزينتي ونعاون بالنسبة للأشغال والعشيوة حتى ندخل الكوزينة حتى نفعل العشيوة وهي أسرع من الغذيوة هذه العشيوة كانوا عندي طومات سوريز في الفرجدال طومات سوريز لأنه في البط تقريبا خمسة وحدات ووحدة كبيرة تتوكل قطعة الفرماج قطعة ملحة فرماجة قطعة ملحة باقعة ملحة باقعة ملحة باقعة ملحة فرماجة ونضع فرماجة ونستمت بقيت كبيرة ماء ماء وملحة فقط 90% وضع زيت وندخل السينية للفرن 20 دقيقة في الفرن 20 دقيقة الفرماج يدوب تماطم دابت وزيت الماء تماطم وزيت نضع الماء وملح ونخلطها في الفرن تمتص الزيت والماء وتخلط مع الفرماج الذي يدوب كم الماء والتماطم السوري نخلط هذا الخالط لكي يدامج ويجب أن يكون تماما وفرماج نضع نضع حبق يابس نخلط مليح ثم نضع حبق حبق من فوق لتزيين هذه الماء السرعة لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد فرماج لا يوجد فطة هنا في البلاد لا يوجد لا يوجد كل نضع لا يوجد لا يوجد نضع نضع هذه نضع 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 فرماج 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 نضع روتيني يجب نضع نضع الحوض يجب نضع نضع فرماج ثم نضع هذا طبعا نضع و تمسح القرعات لا يوجد كما تقوم يجب هذا لدي هذا منافع يجب 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 لا يوجد صابون مرة في 15 يوم نضع لكن نضع نضع كل يوم نضع و نضع حوض نضع حوض و نضع هذه الشيطة التي قمت بها هذه البوشة نضع الخزمة نضع بها نضع لا نضع لا 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 نضع 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 الكثير وليفيه فارغ ويبرغ اليوم قوم بنا بدم له يعني انتخلونا هضروه هذه الحضراءة ونبنى باللي صح وليفيه لا يجب أن تخليه بالماء ديما يجب أن تمسحه يعني قاعدة نمسح فيه و بعد ما نمسحه بعد ما نمسحه نزيد نحل الماء يمشي فيه كي نشله هذه العادة يجب أن تكتسبوها كل يوم يجب أن تخسروا اللي فيه و لكننا نمسحه و بعد ما نمسحه و بعد ما نمسحه الخل أولها معقم ثانية يجب أن يجب أن يقوم برق ثالثا أي حشرة لا تحمل حتى الخل وهذه هي كوزينتي ثم نذهب كل مخصول يجب أن تكون المخصول 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 الشخص كل مخصول مخصول كل شيء برق نجد كل شيء و هذا الخيشة البوتاجيتوسة لما نضعها في الأرقة في الجفال نضعها في أول ماء لنضعها لكي لا تريح هذه الفيديو تاعد اليوم إن شاء الله يجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا